اشتركوا في القناة وهو احد البرامج التوعوية التي تنظمها البورصة للعام الثالث على التوالي بهدف سزويد الخريجين البحرينيين بالخبرة العملية في قطاع اسواق المال ويتيح البرنامج فرصة التواصل والتفاعل مع صناع القرار الرئيسيين في قطاع سوق رئيس المال كأحد محاوره الاساسية ويأتي البرنامج ضمن الجهود الساعية الى تعزيز الثقافة الاستثمارية وترسيخ اسوص المعرفة المالية لدى مختلف الفئات العمرية وفي السياق ذاته تحدث سعادة الوزير عن اهم الخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والتجارة لمتدرب برنامج اسواق المال للتدريب المهني مؤكدا حرص الوزارة ودعمها المستمر لكافة الكوادر الوطنية وتوفيرها لكافة المتطلبات التي من شأنها الارتقاء بخبرات ومؤهلات الشباب البحريني وتنفيذ رؤى استراتيجيات الحكومة في كافة المجالات ومن جانبهم أعرب منتسبوا الدفعة الثالثة من متدرب برنامج اسواق المال للتدريب المهني عن شكرهم وتقديرهم لسعادة وزير الصناعة والتجارة لما قدمه من دعم وتشجيع على بذل المزيد من الإبداع والمشاركة بكفاءة ومسؤولية وإيجابية في تطوير الخدمة للقطاعين العام والخاص وخدمة مملكة البحرين